قالت وزارة طاقة روسية إنها تعكف على وضع إجراءات جديدة للحد من تخفيض أسعار النفط الروسية مقارنة بخامة القياس العالمية وذلك بعد أن فرض الغرب صقفا للأسعار وقد وقع رئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي مرسوما يحضر توريد النفط الخام والمنتجات النفطية اعتبارا من الأول من فبراير لمدة خمسة أشهر للدول التي تلتزم بالصقف السعري وتبيع روسيا النفط عادة بسعر منخفض عن خامات القياس العالمية مثل خام برينت وقد زاد هذا الخصم في أعقاب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب العملية الخاصة في أوكرانيا وتتراوح الآن نسبة الخصم بين 25 و30 دولارا للبرميل مقابل خام برينت أكد وزير السياحة أو السياسة الزراعية والغذاء الأوكراني أن بلاده تبذل قصار جهدها لمواصلة تصدير الكمية اللازمة من المواد الغذائية إلى البلدان الإفريقية وأبدى الوزير الأوكراني استعداد بلاده لزيادة صدراتها من المنتجات الزراعية إلى البلدان الإفريقية اقترب الدولار الأمريكي عالميا إلى أدنى مستوى له وذلك في سبعة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام السلة من العملات الرئيسية من نسبة ثلاثة من مئة في المئة الدولار الأمريكي يواصل الانخفاض عالميا مقتربا من أدنى مستواته في سبعة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى جاء الانخفاض في قيمة العملة الأمريكية على المستوى الدولي متأثرا بتفاؤل المستثمرين بأن البنك المركزي الأمريكي ربما يكون قد اقترب من إنهاء دورة زيادة أسعار الفائدة ومع تزايد الطلب على الأصول عالية المخاطر بعد رفع قيود كورونا في الصين الشكوك تتزايد بالأسواق في أن يضطر مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى رفع سعر الفائدة فوق 5% للسيطرة على التضخم حيث بدأت الزيادات القوية في أسعار الفائدة العام الماضي تؤتي ثمارها بالفعل في الوقت نفسه أظهر تقرير الوظائف الأسبوع الماضي أنه في حين أضاف الاقتصاد الأمريكي الوظائف بمقياس قوي في ديسمبر بلغ مائتين وثلاثة وعشرين ألف وظيفة فقد سجل أيضا تباطؤا في نمو الأجور وارتفع اليورو في أحدث معاملاته بنسبة سبعة من مائة في المائة إلى واحد وسبعة من مائة دولار بينما انخفض الجنية الاسترلينية ثمانية من مائة في المائة إلى واحد واثنين وعشرين من مائة دولار بعدما سجل هو الآخر أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع ومقابل سلة من العملات الرئيسية انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة ثلاثة من مائة في المائة إلى مائة وثلاث نقاط وأربعة عشر من مائة نقطة بينما تراجع سبعة من عشر في المائة ليلامس أدنى مستوى في سبعة أشهر عند مائة واثنتين وثلاثة وتسعين من مائة نقطة إعادة فتح الصين السريع لحدودها بعد وقف سياسة صفر كورونا قدمت دفعة أخرى للأصول ذات المخاطر العالية بعيدا عن جاذبية الملاذ الآمن للدولار كشفت الحكومة اليابانية أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين في العاصمة توكيو قفز بنسبة أربعة في المائة في ديسمبر الماضي وسجل التضخم في اليابان أكبر تحرك لهم في أربعين عاما مما سيؤدي إلى زيادة جديدة في الأسعار وزيادة الضغط على البنك المركزي الياباني من أجل تشديد سياساته النقدية وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن المؤشر التضخم في عام 2022 ارتفع بنسبة 2.2 عن العام السابق متجاوزا أعتبت 2% لأول مرة منذ عام 2014 انخفضت الأسهم الأوروبية مع توخي المستثمرين الحذر وذلك قبل كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيران باول بعدما توقع 2 من صانعي السياسة النقدية بالمنك المركزي الأمريكي مزيدا من رفع أسعار الفائدة وقد تراجع المؤشر ستاكس للأسهم الأوروبية بنسبة 7 من 10% بعدما سجل أعلى مستوياتي في 8 أشهر في الجلسة الماضية وقد انخفضت أسهم التكنولوجيا التي تتأثر بحركة سعر الفائدة 1% وقد تراجعت أسهم شركات التعدين 1% حيث انخفاض أسعار النحاس ترجمة نانسي قنقر